في تحذيرات أمنية من موجة نزوح جديدة وبحسب المصادر الأمنية في أكتر من ألفين نازح سوري بفوت بلبنان يوميا بطريقة غير شرعية قادرين يكونوا حالي قتالية مش بس بيقدروا يكونوا نازحين بالمعنى المدني للكلمة وهذا تساؤل كبير العمار تبعون بتأكدوا أن هنا يخضعوا للتدريب العسكري في سوريا لأن التجنيد الإجباري لم يقف يوما في سوريا كل اللي قاتلوا بالساحة السورية ما كانوش خضئين وضد الدولة وضد النظام ما كانوش خضئين ما عملوا تدريب عسكري كلهم عمدوا تدريب عسكري شبهون بجيش سوري منظم ولكن بلباس مدني في لبنان قد يكون جيش سوري لجهات وطيارات هذا ضد من في لبنان وضد من في سوريا